انظم إلينا من إسطنبول رئيس دائرة الإعلام في الاتلاف الوطني السوري أحمد رمضان السيد رمضان أهلا بك ما الذي سيبحث تحديدا اليوم في أسانة تتحدثون عن إدلب فعليا هناك ثلاثة نقاط أو ثلاثة نقاط أساسية سوف تكون في هذه الجولة النقطة الأولى كما أشرت هي موضوع إدلب وتثبيت وقف اطلاق النار في هذه المنطقة وأيضا معالجة الخروقات والانتهاكات التي تزايدت في الأوين الأخيرة من قبل النظام والميليشيات الإرهابية الإيرانية على المدينة وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء إضافة إلى ملف المعتقلين الذي لم يتحرك حتى الآن بشكل جدي هناك عمليات رمزية لإفراج عن المعتقلين لكن النظام حتى الآن يتجاهل هذا الملف بل يستمر في عمليات التعذيب وعمليات إخفاء المعتقلين القسريين وعددهم بعشرات الألوف والنقطة الثالثة أيضا تتعلق باللجنة الدستورية والعودة إلى المفاوضات ويبدو أن الجانب الروسي بدأ يظهر نوعا من اللين في هذا الجانب بمعنى أنه يرغب بالدفع بهذا الاتجاه ووقف عمليات العرقلة التي أدت إلى عدم عقد اللجنة الدستورية حتى الآن وهذا ربما يفسر حضور المبعوث الخاص لهذه اللقاءات نعم تتحدث عن بعض اللين من الروس فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية ما المؤشرات أو الرسائل التي وصلتكم الآن؟ يعني هناك أكثر من اتجاه أولا اللقاءات التي عقدت بين الجانب الروسي والمبعوث الخاص والوفد المرافق له والتي أعطت مؤشرات بأن الجانب الروسي يريد أن يوني إشكالية الأسماء العالقة في الجزء الثالث من ناحية وأيضا التوصل إلى حزمة من القضايا جزء منها قضية القضايا الإجرائية والإدارية التي تخص عمل اللجنة وأيضا اللقاءات التي أبرمها أيضا الجانب الروسي مع هيئة التفاوض في الرياض والتي أعطت أيضا مؤشرا آخر على أن الجانب الروسي يريد أن يدفع بهذا الاتجاه وهذا يعني أننا ربما نشاهد قضية اللجنة الدستورية خلال وقت قريب أضف إلى ذلك العودة إلى المفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتالي نحن الآن نشهد عودة جديدة لهذه العملية ربما الجانب الروسي يريد أن يتخذ موقفا مختلفا عما كان في الفترة السابقة بمعنى يوقف إعاقات النظام وإعاقات أيضا الجانب الإيراني حليف النظام الرئيسي نعم في مشاورات أو محادثات أسفن هذه لماذا تقديم ملف الإرهاب على الملفات الإنسانية والسياسية الأخرى كإدلب واللجنة السورية يعني أعتقد أن هذه التصريحات العلمية ربما لا تعكس الواقع الفعلي هناك لقاءات فنية متعددة الجوانب جرت تحديدا بين الطرفين التركي والروسي تناولت مختلف القضايا ومنها قضية إدلب ومنها القضية أيضا اللجنة الدستورية وبالتالي هذه اللقاءات كانت لقاءات فنية تمهيدية للتوافق السياسي الذي سوف يعلن عنه اليوم ربما لا يختلف كثيرا عن ما كان في الفترات السابقة لكنه يعطي مؤشرات على إمكانية التحرك بصورة أفضل نحو الأمام وإعطاء نوع من الدعم أيضا للأمم المتحدة في جهودها لا يمكن بقاء المبعوث الخاص الآن في فترة طويلة يراوح في مكانه دون أن يجد ضوءا في نهاية هذا النفاق يستطيع من خلاله التحرك نعم سيد رمضان هل يمكن القول بينكم متفائلون لكل ما أنجز في السانة والحديث أنه لم يبعد مسار جناف يعني هذه مسألة مختلفة حقيقة تقييم المسار بكاملية وكيفية التعاطي معه الآن نحن أمام واقع مختلف هناك الآن محافظة هناك اتفاق جرى بشأنها في سوشي بني على أستانا وهذا الاتفاق يجب أن يطبق من جانبنا هناك التزام بوقف إطلاق النار من جانب النظام والميليشيا الإيرانية ليس هناك التزام نشاهد يوميا عمليات قصف ارتكاب مجازر وهذه مسؤولية الضامن الذي يضمن النظام وهو الطرف الروسي وعليه معالجة هذه القضايا نعم رئيس دائرة الإعلام في الاتلاف الوطني السوري أحمد رمضان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك